قالت السفير الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي أن العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى واشنطن وأن الولايات المتحدة لا تفكر بالرحيل على المنطقة وستبقى مهتمة بتعميق شراكاتها مع دولها خصوصا مع العراق وكشفت عن توجه أمريكي لمواصلة دعم رئيس الوزراء محمد شيع السوداني في التزامه باستئصال الفساد وغسيل الأموال وتهريب الدولار إلى خارج البلاد لضمان تقوية النظام البنكي الدولي وشعور الشركات والمواطنين بالثقة بأن لديهم نظاما بنكيا يحمي مدخراتهم ومواردهم المالية وشدد على احترام البنوكي للمعارير الدولية واستبعاد كل الفاعلين الخبثاء على حد تعبيرها الذين قد يستخدمون النظام البنكي لغسيل الأموال وهو من ركائز التعاون بين وزارة الخزانة والنظام المالي العراقي منذ وقت طويل شكرا شكرا شكرا